السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دور التعليم البيو جي اس سنتابع في هذا الدرس حديثنا عن الفرمز طبعاً تعرفنا في الدرس السابقة على الـ لدينا وقمنا بربطه خلال استخدام وداش موديل مع قيمة معينة مثلاً في الـ data كما نلاحظ بهذا الشكل مثلاً default value بهذا الشكل تعرفنا على هذه الأمور في الدرس السابقة الآن سأقوم بفتح هذا التطبيق في المتصفح وسأضع على زر تحديث إذن كما نلاحظ يتم إسناد هذا المتغير إلى هذا الـ input وفي حال قمنا بالتعديل يتم التعديل فوراً هنا وأيضاً في حال قمنا بالتعديل القيم هنا أيضاً نلاحظ أنه سيتم سيتم التعديل مباشرة على الـ input فبالتالي طبعاً كل المتغير والـ input مرتبطة بشكل مباشر في هذا الدرس سنتعرف على الـ modifiers مع الـ input وتستخدم لتعديل سلوك هذا الـ input على سبيل المثال نلاحظ أنه عندما نقوم بالتعديل على هذا الـ input بهذا الشكل نلاحظ أنه هنا لدينا في الـ data يتم التعديل مباشرة ممكن طبعاً نقوم بطباعة المتغير أمامنا بهذا الشكل مثلاً سأقوم بوضع PR هنا وأقوم بطباعة هذا المتغير كما نلاحظ سأضغط على زر التحديث إذاً هنا نلاحظ أنه فوراً تعديل يتم التحديث مباشرة تحديث قيمة المتغير وبالتالي أيضاً يتم التحديث هنا ففي حال أردنا تغيير هذا السلوك وتجعل التغيير يحدث بعد الانتهاء من الكتابة تماماً فنقوم بإضافة modifier إلى V'Model نقوم بكتابة V'Model ثم . ثم نقوم بكتابة lazy بهذا الشكل سأضغط الآن على زر التحديث في حال قمت بالكتابة نلاحظ أنه لا يتم التحديث إلا في حال قمت بالخروج من هذا الـ input طبعاً بشكل مشابه ينطبق على قيمة المتغير الموجودة لدينا هنا في الـ data إذن هذا أول modifier تعرفنا عليه لدينا إذن .lazy المتغير الثاني الذي سنتعرف عليه هو لدينا .number بهذا الشكل سأقوم بإضافة input آخر مثلاً سأقوم بـ number بهذا الشكل وهنا سأقوم بكتابة num مثلاً وسأقوم بإنشاء متغير هنا لدينا في الـ data هذا بهذا الشكل وسأقوم بوضع قيمة افتراضية صفر مثلاً الآن في حال ضغطنا على زر التحديث وانتقلنا إلى الـ root إذن كما نلاحظ نوم حالياً موجود لدينا في حال قمت بالكتابة مثلاً 55 كما نلاحظ يتم إسناد القيمة بشكل رقمي أما في حال لا يوجد هذا الـ modifier number سأضغط الآن على زر التحديث وقمنا بالكتابة سنلاحظ أنه يتم إسناد القيمة بشكل نصي فإذن وظيفة هذا الـ modifier أن يقوم بـ استخدام أو بتحويل الرقم لنوع رقمي بدلاً من متغير نصي إذن كما لاحظنا في الـ data لدينا هنا الموديفير الثالث والأخير الذي سنتعرف عليه وهو trim ويقوم بعمل trim أو حزف للمسافات الموجودة في آخر النص مثلاً trim example سأقوم بتسمية المتغير وأيضاً سأقوم بتعريفه في الـ data طبعاً مثلاً بقيمة افتراضية فارغة الآن في حال ضغطنا على زر التحديث سأقوم أولاً بحسف الموديفير وسأضغط على زر التحديث هنا الآن في حال عرضنا القيمة الموجودة لدينا هنا في الـ data في حال قمض بكتابة test مثلاً وقمض ويوضع مسافات نلاحظ أن المسافة تبقى موجودة لدينا كما نلاحظ أيضاً في البداية نلاحظ أن المسافة هنا موجودة في البداية وفي النهاية نلاحظ أنه يتم تجاهل المسافة الموجودة لدينا في البداية أو أيضاً في النهاية وإنضاً فوراً الخروج من الـ input يتم حزف المسافة حتى في هذا الـ input ثلاثة الافتراضية الموجودة في الـ view.js للتعامل مع الـ input وبإمكاني طبعاً استخدام أكثر من modifier معاً فعلى سبيل المثال ممكن أن أقوم بوضع تريم هنا مع ليزي أيضاً بهذا الشكل وسأقوم بوضع ليزي مع تريم بهذا الشكل سأضغط الآن على زر التحديث الآن سأقوم بكتابة test نلاحظ أنه لا يتم التحديث وأيضاً سأقوم بوضع مسافة ثم سأقوم بالخلول نلاحظ أنه تم تنفيذ بشكل ليزي وأيضاً تم حزف المسافات فبالتالي إذن بإمكاني ندمج المودفير عن طريق كتابة . ثم اسم المودفير الثاني أو حتى المودفير الثالث وبهذا الشكل طبعاً نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته